تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وبالتعاون مع شركاء أنا برشلونة نيوز حلقة اليوم بعد فوز برشلونة على ختابي الفوز اللي فيه بدقائك كنت أنت مستمتعوا بدقائك كمشجح برشلونة بتقول الأداء لا بعيد بعيد كثير عن طموحي كمشجع تاد على برشلونة برشلونة بدأ اللقاء بتشكيل أساسية ما فيش فيها كثير مفاجآت ثلاث الهجوم هو هو اللي بلعب من أول الموسم وأيضا في خط الوسط روبرتو بريح بدري زي ما بنعرف ما في كان أي مفاجآت ربما إيمرسون بدل دست يبدأ كانت هذه الشي الوحيدة الغير متوقع وشتيجنا بيرجع بعد غياب طويل المباراة اليوم كانت بالنسبة لبرشلونة في يوم خاص يوم ارتداء ميسي لأول مرة قميص غير برشلونة يوم مهم جدا تفوز فيه ممكن بعض يقول لي شو علاقتها خلص ميسي راح ميسي طلع علاقتها أنه تجي قبل الجولة الدولية في أسابيع في إعلام إسباني بيحب لدراما لو برشلونة ما فاز وميسي هناك تقلق وسجل كان حيتبلش لدراما مرة تاني ميسي رحل لكن ميسي كأسطورة مستحيل يرحل من ذاكرت البرشلونيين والربط ما بين اللي بيصير معه وبيصير مع برشلونة برشلونة ببداية المباراة سجل هدف ريحه كثير هدف بدأ وقف مع الحركية الرائعة اللي صارت فيه تقريبا أربع أو خمس لاعبين بحركيتهم من التمرير الأولى للتانية لقلبة لليمين عندما بيتحرك برايت وايت وبيجي روبرتو يسجل كان شيء رائع شيء جميل جدا حركية كبيرة هدف كان المفروض يسهل اللقاء جدا على برشلونة لكن برشلونة نتركب خطأ هون لما تلعب بالكام بلوم وانت برشلونة مع فريق مثل خيتافي جاي من خسارتين لازم بعد الهدف ما تهدأ بعد الهدف لازم تحسم تضغط تخلص وهذا دائما كانت قوة برشلونة في هذا الملعب لكن برشلونة لما أعطى النفس لخيتافي أعطاهم الأمل يرجعوا يلعبوا ورجعوا لعبوا وانت عقدت المباراة وإلا كانت فرصة مثالية تكون المباراة كثير سهلة عليك لو كملت عليهم في أول ربع ساوة 20 دقيقة رفعت كثافة اللعب أعتقد كانت الأمور حتين حسن بسهودة وفجأة شفنا لعبات ختافي بمرروا 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 ولعب برشلونة بلحقوا الكرة بلحقوا الكرة بلحقوا الكرة بلحقوا الكرة وساندرو بسجل هدف التعادل هدف تخليني أوقف ورجعت عده 6-7 مرات عشان أشوف شو كان يصير بساطة لاعبين برشلونة كلهم بتحركوا بعد ثانية من حركة الكرة وحركة لعب ختافي كأنهم بستنوا يشوفوا شو بيعمل آه عمل هيك يلا نعمل هيك فدائما كان في لحظة زايدة للعيبة ختافي عليهم ما في شي كان كثير واو قال هدف حلو بالتمريرات كده بس ما بصير ييجي في برشلونة بتحس هدف تدريبات أكثر من هدف في مباراة في الدوري لأنه حتى نقلة الكرة تاعت ختافي ما كانت تك 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 زي تيك تاك برشلونة أبطأ شوي وقفي فيها نعمل التردد حتى إنه هاي مش راح تزبط يلا نجرب زبطة هدف بيخليك تقلق كثير على منظومة برشلونة الدفاعية حتى الآن لأنه من أول الموسم الفريق عم بتلقى أهداف من أول الموسم عم بتلقى خطورة وبالتالي بتوقف انت مع هذا الوضع اللي ممكن موتر دفاعيا وبتقول الأمل الآن بالجولة الدولية إنه كومان يوقف صار عنده ثلاث مباريات يعني عنده بيانات ومعلومات بتكفي يشوف وين العيوب اللي عم بتصير بخط الوسط وخط الهجوم وخط الدفاع ويحاول يعدلها عشان يحسن منظومته الدفاعية لأنها فعلا مغلقة بالنسبة لإحتفال ساندرو راميريز شوفت بعض جماهير برشلونة علقوا عليه أنا أعتقد يعني ساندرو راميريز يعني مجرد عابر سبيل عابر طريق في برشلونة مفروض لازم ما يتوقف عنده كثير يعني ما بنتكلم عن أسطورة أو نجم كبير لعب لعب له موسم موسمين حاولوا يعطوه فرصة ما زبط قالوا له شكرا أكيد بيحاول يلفت الانتباه بهذا النوع من الاحتفالات لكن لا يمثل شيء في تاريخ برشلونة أساسا عشان نطلب منه يحتفل ولا ما يحتفل يعني مش نجم فعلا بعد الهدف تاع ختافي شوفنا ختافي كان أوثق من برشلونة بعد هدفه الأول في ختافي كان عبشر بالثقة أكثر حاول يلعب حاول يقرب حاول يهدد ولكن وأثناء ذلك كانت الكرة بتوصل دي ايون برؤية رائعة جدا بمرر لمين لديباي؟ ديباي بموقفه الشخصي وقوة شخصيته وجرؤته على المدافعين بيراوغ وبسجل هدف رائع جدا هدف بخليك توقف معه بأكثر من زاوية زاوية دي يونغ الرؤية الرائعة اللاعب اللي واضح انه محور برشلونة الحقيقي الآن والجديد بعد رحيله من الميسي هو الأمل يعني انك ترفع فريق تلعب جودة تلعب بس شكل جميل ديباي قوة الشخصية الحاسم اللي بحب يروح على المرمى إيجابي جدا بيعرف كيف يفاجئ المدافعين بتحركات ولاعب ممتاز جدا بس ديباي محتاج للعلم لقدامه مساعدة لانه شوي شوي اللاعبين حصيروا يتعودوا عليه خصومه فهاي قصة الاثنين اللي حاولوا بتفرجوا برايت وايت وجريزمان ما بتقدر تكمل والشي الثالث اللي عجبني بهذا الهدف الحركية اللي بتصير هجوميا بين 4-5 لعبين بحيث انه المهاجم ياخد راحته بيروح على المرمى مرة ثانية كان فيه أكثر من الحركة صارت بحيث انه كان قادر ديونج حض ديباي اقريب كثير من المرمى هاد الحركية الجميلة فيها نوع من برشلونة اللي بنعرفه برشلونة الكرة الشاملة حلو جريزمان شوي أبطأ برايت وايت بيحاول بس يعني قدراته عقده بس ربما لو جريزمان كان لعب آخر أو جريزمان بتحرك بشكل إيجابي أكثر كنا حنحس بهذا المنظوم الشامل هجوميا بشكل كويس هاد الحركية أكثر شي عجبني اليوم في برشلونة الحركية الهجومية أربع خمس لعيب مع بعض بتحسهم عم بتحرك وبتحسهم عم بشاته الدفاع بشكل ممتاز ولازم أعترف اني أنا فعليا بحبي جريزمان وللعلم بالبلايستيشن هو لعب المفضل وين ما يكون أنا بلعب بجريزمان لعبوا منتخبات بلعب فرنسا لعبوا أندي بلعب برشلونة زي ما كنت ألعب بأتلاتكم مدريد عشان جريزمان بحبي جريزمان بس كوماني بيضلموا لأنه ما بيلعبوا يعني وينه اليوم ما شفنا صح؟ طبعا بواضح كلامي عم بسخر لا أرم بحبي جريزمان عن جد بس عم بسخر من اللي صار اليوم من شكل جريزمان اليوم استسلاميته اليوم مش عاجبني أبدا مش عاجبني أبدا ما بعرف شو اللي بصير معا اللاعب ما بعرف يعني إنت الآن فرصتك كلها تتقدم إحنا ما بنطلب منك تسجل نطلب منك تحاول تدخل باللعبة يعني دي باي بيدخل باللعبة بالغصب بعض الأحيان بتحسه هاتو الكرة انت هيك لازم تكون يا جريزمان لازم تكون بهذا الدور يا جريزمان إلا ما بعرف شو اللي عم بصير معاك هل اللي صار حتى بالصيف هالمرة من محاولة إخراجه عشان ميسي آذاء كثير بس مش وقت حساسياته مش وقت رومانسيات الآن وقت لعب كرة قدم الشوط الثاني بلا نقاش أداء أقل بكتير لبرشلونة الشوط الثاني دخل كومن بيد يفوز كيف مش عارف بدي أفوز وخلصوني بدي هالثلاث نقاط قبل الجولة الدولية وخلونا نخلص الشوط الثاني ممكن فيه شوية لحظات لازم نحكي عنها لحظة الكرة اللي دخلت منطقة جزاء برشلونة وكانت حلوشة الهدف إمرسون بلحظة بقتحها إمرسون بشوط الأول ما كان عاجبني أبدا تمركزه فيه نوع من السهو بفتح كثير وراء أماكن بفتح غلط مسافات بينه بين قلب الدفاع اللي جنبه لكن بهذه اللحظة أنا بهمني دائما لحظات ثقة لللاعبين ممكن تكون لحظة جيدة إلو بغض النظر أنه نزل دست بداله في الشوط الثاني أيضا برشلونة سيطر لكن على الفاضي سيطر بدون فرص ختابي سدد أكثر ختابي ربما كان أخطر بشكل عام بدون كرة دي باي لو شناها بتحس ختابي كان أخطر لأنه لما يكون عندك استحواذ كبير وما بتقدر تخلق فرص مع أنه في حركي من بعض اللعبين المسألة قائمة كانت لهم مع مستوى جريزمان وبرايت وايت لو كان بس واحد منهم عم بساعد دي باي بالحركية أعتقد هذا الاستحواذ لا تحول لا تزديدات أخطر وفرص أكثر وأكيد كنا شفنا اليوم بشكل عام إنه شتيجل شفيه مهتز أكثر شفت بعض التعليقات من جمهي برشلونة مش عاجبها لكن طبيعي بعد عودة من غياب طويل أنت بتيجي الآن تلعب مباراة بعدين تكتفصل فممكن طبيعي بنصبر عليه بنحكي بعدين عن مستوى شتيجل ولو في شي أعتقد دائما من تفهمهوش من كومن من أول ما جاء على برشلونة اليوم فدائما التبديلات دائما التبديلات بتحس اتجاهها مختلف عن رغباتنا أو رغبات مشجع برشلونة اللي بيحضر المباراة يعني اليوم لما دخل جابي ودخل جونزالس ونتيجة 2-1 وفرقاتك بلعبش كويس وتوتر الآن ممكن يصير وممكن يجي التعادل تيجي تقول شو فكر كومن كيف هاي الأوقات دائما اللاعبين الخبرة حتى الأداة هم مش كويس يعني بيانتش كوتينيو الراجع من الإصابة ربما بهاي الأوقات بتنزل اللاعب اللي عنده خبرة اللاعب اللي عنده مكر عنده حكمة مش بدك الحماس لأنك انت بتقدم لو انت متراجع بقول بتفهم بتنزل اللاعب شاف بتحمس بحاول يتفاجأ الخصوم ما بيعرفوه ممكن بس انت متقدم بدك واحد يدير المباراة أكتر لكن ربما كومن بحاول يوصل رسالة للجميع بقيله وربما الفكرة الثانية انه اللي بدي يكون بهذا الفريق بدي يكون قوي ذهنيا ويتحمل يمثل برشلونة في أي وقت ومش مجرد أصبر عليك وتصبر علي لا بدك تكون قوي وجاهز فربما هذه الرسالة اللي حاولي يوصلها لكن خليل نحكي لو كان مدرب آخر ما أعتقدش حيكون بهذه التبديلات ثم جاء التبديل الآخر اللي أعلن تماما فيه كومن اللي أنا بديش أهجم أنا سحبت مهاجمين ونزلت لعيبة وسط وسلام عليكم وديباي بس مهاجمي الوحيد وبدي أملك الكرة وأدور الكرة لنهاية اللقاء وهذا اللي نجح فيه تماما وحقق الانتصار طريقة التبديلات طريقة الأداء بشوطة ثاني كانت شبه انتحار أو شبه مغامرة من كومن لأنه لو جاء التعادل ما هذا الشكل من الأداء والله من اليوم لآخر يوم من الجولة الدولية والصحف الكتالونية بتربط برشلونة بمدربين آخرين وبتعرفوا له بورتلسانه طويل شوي لربما صرح ضده أيضا أعلنية تحقق الفوز وهذا المهم في النهاية برشلونة عم بينتصر برشلونة بده وقت يتعافى من خروج ليونيل ميسي مش جرح ليونيل ميسي اعتيادك على ليونيل ميسي كل هاي الأشياء بدها وقت مش سهلة انت ما طلع عندك لعب عادي طلع من عندك لعب هو الفريق من أول نبلش اللي يلعب أغير نحن من 2008 حتى نكون دقيقين لليوم كان هو الفريق كل شيء يبنى حاول ليونيل ميسي فخروج هذي حجر الأساس بده وقت لعن مرتوازن وبده وقت لعن ما تشوف ما بقول الموسم حينتي بشكل جيد ولا بقوله حينتي بشكل سيء بس عشان نعرف وين حيوضف برشلونة بعد ميسي بالأسماء الموجودة محتاجين وقت نوصل هون نهاية هاي الحلقة بذكركم أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وشاركوا الحلقة لو سمحتوا مع أصدقائكم برشلونيين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة